تلقت المخططات الإيرانية الطامعة في اليمن ضربات قاصمة من قبل التحالف العربي الداعم لشرعية على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة وكادت أحلامها تذهب أدراج الرياح وعاصفة الحزم لكن إيران ما تزال تصر على تدخلاتها في الشأن اليمني والعبث بأمن واستقرار البلد عبر تغذية أذرعها العسكرية الميليشاوية الإرهابية المتمثلة في ميليشيا الحوثي ودفع أدواتها الدعائية للبلبلة وإثارة الغبار وخلط الأوراق ومحاولة سرقة المكاسب التي حققها التحالف العربي على الأرض حيث تصر التفيليات المستنقعات الإيرانية على اقتلاق الأكاذيب عبر وسائط التواصل الاجتماعي وبث السموم بين مكونات الشرعية والتحالف وعلى الرغم من الهزائم الكبيرة التي تلقتها إيران في اليمن على الصعيد العسكري والسياسي والدولوماسي إلا أنها لم تتوقف عن دعم الأنشطة ذات التوجهات التخريبية والمشاريع الساعية لتمزيق النسيج الاجتماعي وتفخيخ أجواء الثقة السائدة بين مكونات التحالف العربي لكن الحقيقة الثابتة التي سيذكرها التاريخ أن عصفة الحزم قلصت الانتفاشة الحوثية إلى درجة البؤس وأن أحلام الميليشيا الحوثية الطائفية المدججة بقوة السلاح والكرهية والعنف لم تكن سوى أضغاث أحلام وأن معطيات الميدان وشواهد الحال تؤكد أن لا مستقبل للميليشيا وأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ماضي في تحقيق أهدافه وكله وعي بملابسات الصراع وضرورة التكامل ومتطلبات الحسم وأن الانتصار الحقيقي والمستدام هو الانتصار لإرادة الشعب اليمني وترجمة مشروعه الحضاري الذي حملته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني